الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عبسنا وسيئات عبالنا من يهده الله فلا موت إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم سل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واحتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ججالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الوصاية بالتقوى تمثكم بمنهج ربكم الرحيم عز وجل فإن الله تعالى وصاكم والذين من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب بالتقوى قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بنيا حميدا عباد الله إن الإيمان الذي امتن الله به عليكم منة عظيمة امتمل الله تعالى المؤمنين بهدايتهم إلى الإيمان قال جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالإيمان هو مفتاح بخول الجنة والإيمان هو الحقيقة التي تميز المؤمنون بها عن سائر الناس وهو الذي يجيب لهم الأسئلة العظيمة التي لا جواب للمؤمنين ولا لكافة الناس للإجابة عنها إلا عن طريقة الإيمان تجيب عنهم من أين أتوا وإلى أين يذهبون وماذا يفعظون في هذه الحياة الدنيا وبالإجابة عن هذه الأسئلة يخرج المؤمنون بها من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن إبادة العباد إلى إبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام والمصافين إن الإيمان يبني من المؤمن شخصية سامية كما قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم طبل المشرق والمضرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله جل وعلا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فلا صدق حق الصدق إلا بالإيمان أورث الإيمان المؤمنين طبيعة الصدق والوفاء وأورث فيهم الحوف من الله تعالى والرجاء في الله المنافي لليأس المشؤوم المشؤوم وأورث فيهم الثبات على الحق وأورث فيهم الأمانة المنافية للخيانة فتعاملوا في هذه فتعاملوا فيما بينهم بالصدق والأمانة والوفاء وبالبر والإحسان حتى إلى الجمادات وأورث المؤمن وأورث الإيمان حضارة طيبة سامية سامية عالية متزنة للمسلمين لأهل الإيمان قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وبنى الإيمان بين المؤمنين آصرة الغخوة في الدين حتى كأن لم تكن هناك أخوة غير أخوة الإيمان قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة أي المؤمنون فقط كأن الله تعالى يقول لا إخوة إلا المؤمنين إلا المؤمنون ومن أجل أهمية الإيمان أمر الله تعالى بتآهد الإيمان والثبات عليه فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فأمر بالإيمان بعد أن بعد وجود أصله مما يقول على الحرف الحك وإيجاب الثبات عليه ومعاهدة الإيمان المقصود منها تفقده في القلوب وتفقد آثاره في الجوارح حتى يتحقق في جميع حياة المؤمن وأول ذلك بأن يعلم الإنسان بأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصر فمن تحقيقه ومعاهدته وتتبعه تفقد حالة الإيمان من حيث الطاعة والمعاصر ومن ذلك ومن ذلك أن يتتبع ومن ذلك أن يتتبع شعب الإيمان وأموره فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قريرة إن الإيمان بضع وسبعون شعبا أفضلها أفضلها شهادة عن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شربة من الإيمان فكما أن الإيمان يزيد بالطاعات فإنه ينقص بالمعاصر فاحذروا فتعاهدوا إيمانكم إيمانكم عباد الله باجتناب المعاصر لا فيما تلك التي تجعل الإيمان أرضة للضعف والحزالة وهي الزنا والخيانة وشرب الخمر قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو قريرة رضي الله عنه لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسدق السارع حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتفق نخبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن وزاد مسلم في روايته والتوبة معروضة من بعد ذلك فتعاهدوا إيمانكم وعلموا أنه هو أعز ما من فلقته هو أعز ما ملقتموه فهو مفتاح الحياة الطيبة قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أُنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكنا طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بحدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عن عباد الله وراقبوه في السر والنجوة وتمسكوا من الإسلام الهوطة وفسه وفي سبيل SaAllah باواتك وس من الأقم أبيtes ما وفي سبيل وفي سبيل سبيل تجنسو عن الله سنة مسلين ومسلمين شواء بيوادة الله يمن من 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 ودبابك مجد يجي بيوال إيمان الله يغوران تامانون من النعم الله يجي بل الله يمنون عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم ساجدين الله شيني يكي غوران تامو شواء يشريت بوزواء الإيمان من 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 إيمان النجيم مبتن شغاء الجنة إيمان النجيمين اشتركوا في القناة 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 يتماريش يجب أن تكون رسالة إماني في بيان وأن الرسالة واندى مالما مسلين ذكي بيانه إبن حبان أجهل لتابن سأصحي يابين وأن الرسالة ودى سبب دان حكا مسلسل من أكيد ملنقى حلاتر مجالس إلبي إن دائكي بيان وأن الرسالة إماني دوم مكيائي إمان متبتاة أكانسا دوم دوك واندى يموتو ينعكي إماني توقومي لأي ببقى دياء يكتاة اللهم نقفل سأصحي وأن الرسالة إماني دهاتم متبتر وأن الرسالة إماني فأحيو منعكي إماني كما يندى الله يأتي فلا تموتن إلا وأنه المسلمون كدو كموتو فأحيو كنمسلمون مكيائي أبنده يكيسن يماني يروني يزاقواني يكسن يأحيو كنزو كتا واندى شيني أيو كنسابو واندى شيني أيو كنسابو واندى شيني إماني يمجرع يسيكي بجرع دي إماني دعزاري شدك مطم يسن يبب دك بأيكو يدعوكو بزي دعوك سوني لفنزنا دهاتم جي دشانجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يسيكي مؤمنين بايا ينسنا مزنا بايا ينسنا الحاليين دي إماني مي شنجي بايا شنجي يأيديكي شنجي الحاليين دي إماني براو بايا شنجي يأيديكي شنجي الحاليين دي إماني مي يوم قواتي واندى شنجي مبتن ابندا مي يقواتا متاني يسنا كاللان سسنا توقع سيزو واندى شنجي بايا يوم قواتي يأيديكي الحاليين دي إماني سنجي توبا كمانا بجرد تشيد بماانا إن يتوبا لألا وعصى إمان سيد يتوبا إماني واندى شنجي واندى شنجي واندى شنجي واندى شنجي واندى شنجي ابندا لأيصير الناحور واندى شنجي إن يوم قواتي المسلين ابن دي سمجي المسلين كون إنايكي كمرياسا الشرح واندى شرح قول ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر